موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في المستهلة تواصل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لليوم الثاني على التوالي زيارة العمل والصداقة إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام وتعد زيارة ميلوني إلى الجزائر الأولى لها إلى الخارج منذ توليها رئاسة مجلس الوزراء الإيطالية شهر أكتوبر الماضي والثالثة لرئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر في ظرف سنة واحدة وتشكل زيارة فرصة متجددة لتعزيز محور التعاون بين الجزائر وروما وخطوة إضافية في مسار بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين البلدين يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول السعيد شانجريحة بداية من الاثنين في زيارة رسمية إلى فرنسا وهذا بدعوة من نظره رئيس أركان الجيوش الفرنسية بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أوضح أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري والجيوش الفرنسية حيث ستمكن هذه الزيارة الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الاثنين ستة عشر فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة وعفدت وكلة الأنباء الفلسطينية بأن حملة الاعتقالات أو بأن حملة الاعتقالات تشملت ثلاثة فلسطينيين من الخليل وأخرى من نابلس واثنين آخرين من جنين إلى جانب اعتقالي ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم واثنين آخرين من طول كرم وشاب آخر من أريحة ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الجلزون شمالا وثلاثة آخرين قرب مدينة روابي لم تعرف هويتهم بعد هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين الأحد بحالة اختلاق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في قرية حوسان غرب بيت لحم في الذفة الغربية أعلنت لجنة الانتخابات للمؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو المنعقد بالداخل في مخيمات اللاجئين الصحراويين في ساعة متأخرة من مساء الأحد عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الأمانة الوطنية الصحراوية وذلك في الجلسة الختمية لهذا الموعد وأكشفت اللجنة عن قائمة بأسماء الفائزين الخمسة والعشرين في الدور الثاني من أصل خمسة وسبعين مترشحا لهذا المنصب وحسمت دور الأول أن تأجال صالحي مرشحين اثنين حصل على النصاب القانوني وفق القانون الأساسي لجبهة البوليساريو للإشارة كان المؤتمر قد شهد إعادة انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو ضمن أشغال المؤتمر المنعقد تحت شعار تسعيد القتال لضرد الاحتلال واستكمال السيادة قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية شمالي العراق حسب ما أعلنت عنه القوات العراقية وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها بأن الضربة تنفذت شمالي العراق وأن القوات الخاصة شرعت بإسناد وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة في تفتيش المكان الذي استهدفته الضربة ما أسفر عن العطور على خمس جثث لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي فضلا عن أسلحة ومخازن عتاد ومواد لوجستية حدد رئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الرابع عشر مايا المقبل موعدا لإجراء الاتخابات الرئاسية والتشرعية في البلاد وأشر الرئيس التركي إلى أنه سيوقع في العاشر من مارس المقبل مرسوما بإجراء الانتخابات كما لفت أردوغان في تصريحات له إلى استخدام كل الصلاحية الرسمية في العاشر مارس المقبل لتبدأ بعد ذلك الستون يوما التي تنص أو ينص عليها القانون لإجراء الانتخابات أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام الأمريكية في المباني العامة حدادا على ضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتري بارك بكاليفورنيا وعجها بايدن في بيان للبيت الأبيض تعليمات تقضي بتنكيس الأعلام حتى غروب الشمس في سادس والعشرين جنفي حدادا على ضحايا أعمال العنف ختم الموجة استابعوا الـ 24 نيوز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا ودائما موقع الجزارة الدوية في خدمتكم إلى اللقاء